تقول إن جدتها ذهبت و طافت طواف القدوم و لم تطف بعد ذلك و رجعت إلى العراق هذه لم يتم حجها إلى الآن و لذلك يجب عليها إذا كانت تستطيع أن تذهب إلى مكة لتأتي بما بقي من حجها و هو طواف الإفاظة الذي قال الله تعالى فيه و ليطوفوا بالبيت العتيق فإن طواف الإفاظة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به و العلماء قد اختلفوا هل له وقت أو ليس له وقت يعني ينتهي إليه و على كل حال قلنا له وقت محدد و ليس له وقت محدد على الراجح يجب عليها أن ترجع و تطوف إذا كانت لا تستطيع و ليس لها سبيل أن ترجع للطواف عند ذلك تكون في حكم المحصرة كيف تكون في حكم المحصر؟ بمعنى أنها تذبح شاتا و تتحلل من بقية أحكام الحج لأن من لم يطوف طواف هو لفاظة طواف الحج فإنه يبقى عليه التحلل الثاني و هو ما يتعلق بالنساء فلا يجوز أن يقربها زوجها ولا أن يأتيها إلى أن تطوف هذا الطواف إذا عجزت كما ذكرت قبل أقل إذا لم تستطع الذهاب إلى مكة لتكميل طواف الحج في أي وقت الآن بعد سبوع بعد شهر إذا لم تستطع ففي هذه الحال تكون في حكم المحصر و المحصر يذبح شاتا و يتحلل لقول الله تعالى و أتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما سيسر من الهدي و هذا يبين لنا أن المحصر الذي لا يستطيع أن يتمم نسوكه فإن الله تعالى أوجب عليه ما تيسر من الهدي و النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر بعدم التمكن من المجيء إلى مكة بسبب المانع من المشركين تحلل صلى الله عليه وسلم و أصحابه بذبح ما كان معهم من الهدي إذا كانت لا تستطيع أن تذبح عند ذلك ليس عليها شيء تتحلل مجانا يعني بلا صوم و بلا بدل بل تتحلل مجانا و ليس عليها شيء نسأل الله أن يفقهنا و إياكم في الدين و كان الأولى بها أن تسأل قبل أن تمضي هذا العمل الذي لم يتم به حجها إلى الآن فإذا أحصرت و إذا كانت لا تستطيع فإن لم تؤدي حجة الإسلام إلى الآن بمعنى أن ما جرى من العمل لم يسقط عنها ما يجب عليها من الحج المفروض على أهل الإسلام